ازايكم يا حباب قلبي عاملين ايه? اهلا بكم واهلا بكل متابعين قناة مطبخ تو تفوت. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم جاتو الكاسات. تعالي بقى اقول لك هتعملي ايه? وهنعمله بطريقة سهلة وجميلة جدا. طبعا لو انت عندي كيكا بايتة او كيكا بازت منك او كيكا كنت عامليها وباقي منها بواقي. بلا اشترميها. اا اعمليها حاجة تانية لاولادك استفادي بيها. زي ما انتم شايفين كده. انا عملت كان عندي كيكا بالشوكولاتة. وعملت بها الكاسات الجميلة. دي كاسات الجاتو الجميلة اوي. زي ما انتم شايفين السوس فيها طحفة. سوس الشوكولاتة واسوس اه الكريم بجد طحفة 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 ان شاء الله هتعجبكم. ممكن تعمليها في كاسات. تعمليها في بلاد. تعملي باييركس كبير. اللي يعجبك اعملي فيه. هتعجب ديوفك وهتشرفك. وحلو سريع جدا مش هياخد معاك وقت. وانا عجبك الفيديو هو هتنسوني في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ويالا نفيد الفيديو. ودلوقتي انا اول حاجة هعملها معاكم. هحضر الكريم شانطين معاكم. عندي كوباية لبن متلك. وعندي كوباية من الكريم شانطين. وهي عندي كوباية من السكر المصحوم. وهي هحط كمان معلقة اه نص معلقة من الككاوي الخام. اه طبعا ده اختياري حابة تحطيه حطيه مش حابة خلاص. وهي هضرب بالمضرب الكهرابي. لجاية ما القوام يتقل. طبعا هضرب كويس جدا. لجاية ما القوام يتقل معاك. وهيبطلق القوام يتقل معايا. آآ وبعد كده هسيبه شوية آآ في التلاجة. على ما هحضر. انا زودت شوية من آآ اللبن وشوية من آآ من الكريم شانطين تانية. عشان انا عايزة كمية اكتر. انا عندي ولادي بيحبوه قوي. آآ بصراحة بيبقى طعم ملذيذ قوي 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 قوي. آآ بجد كلنا هنا في البيت بنحبو. ومش بياخد وقت معاكي. والآآ اجاته الكساد ده. ممكن في اي وقت لو عندك ضيوف وجيالك آآ ومش عارفة محتارة تتحضري ايه ولا تعملي ايه. آآ الحلو الحالة الكساد ده. مش هياخد منك وقته خالص ولا هياخد منك آآ وقته ولا هياخد منك تكاليف. وهتبقى حاجة جميلة جدا هتشرفك قدام ضيوفك وقدام آآ قريبك قدام اخواتك قدام صحابك آآ هتبقى حاجة جميلة طبعا ههو قدي الكريم شانطين خلص. انا كان عندي كيك آآ كيكيت وشكولاتة. قاس بتاعها لما بردت. آآ طبعا والاجي حابين ان انا اعمل لهم الكاسات الجاتوا دي. آآ لقيتهم بيشتروها من بره كتير. فحبيت ان انا اعملها في البيت. وآآ جربها لهم. فجبت اخدت الكيكة حطيتها في الكاسات. زي ما انتم شايفين. وبتعمل كمية حلوة قوي. قطع طاعة كده. وبعد كده حطيت عليها الكريمة. طبعا التزويق ده ليك اختياري. ممكن تزويدي تقليلي حسب ما انت عايزة. اهو. اي حاجة عنديك مش هتقول لا ازوائي بها. هحط كيك تاني طبقة تانية. عايزة لو لو هعنديك الكاسات اكبر من كده حطي طبقة او اتنين وتلاتة زي ما انت عايزة برضو. آآ زي ما تحبي. بس انا عملت طبقتين. عشان طبعا آآ آآ مش هقدروا يخلصوا الكباية آآ الكاسة كلها. اهو. اهو. حط كريمة كمان. طبعا التزويق ده حسب رغباتك. ممكن تقطري في الكريم شانتي تقطري سوس اللي هتقطري الكاكاو. هتبقى الكريمة اغمق من كده لو انت حبها بس انا مش حبيها اغمق من كده. عجي هي الكاسات. هحط عليها عندي شوكولاتة آآ مبشورة. هحط المن فوق. هرش عليها. طبعا هعمل كمان آآ كاسات آآ تانية. لسه في عندي الكيك فاضل كتير. وعندي الكريمة زايدة. فهعمل كمية كويسة. وممكن تحط تزوائي بالشوكولاتة الشيبس الصغيرة. الشوكولاتة البيضة. وكممكن تهميلي سوس الشوكولاتة. انا هعمل لكم ده سوس الشوكولاتة. برضه هحطه من فوق. للي حابب. آآ عشان اللي بيحب الشوكولاتة يحط اللي مش حابب خلاص. آآ انا عملت سوس الشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده. آآ عملت كمية. آآ اعملت حت تغيرها عشان ما تترميش. عشان مش كله عندي بيحب سوس الشوكولاتة. آآ هحط الكريمة من تحت. في الكاسات. زي ما انتم شايفين كده. وهحط طبعا الكيك تاني. بجد جميلة قوي. بانا يعني من جمالها آآ ما شاء الله الولاد حبوها قوي. طبعا آآ بتاخدي الكيكة من آآ الطرية. انا آآ زايا الكيكة آآ زاياها عسل. اللي هي الشيرة اللي هو السكر آآ والمية وعليها حبة بانيليا حطيتهم يغلو. اللي هو العسل بتاعي الكنافة. طررتك الكيكة بيها. اهآ زي ما انتم شايفين كده. انا باخد القلب بتاع الكيكة الطري. حطي طبقة كمان. شوفي بقى هتزوائيها من فوق. هحط صص الشوكولاتة. طبعا ان انت حابة تزوائي بيا. آآ حطي. مش حابة تحط صص الشوكولاتة ما سحطيش. اهآ. جديد تبقى الطعم تحفى 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 تعجبكم قوي. وبتبقى خفيفة قوي. وحاجة كده تشرف كده قدام ضيوفك. لما بتيجي تقدميها. وبتنفع قوي في الحفلات. وبتعمل كمية حلوة جدا. آآ زي ما انتم شايفة هحط بقى شوكولاتة بيضة من فوق. الشيبس الصغيرة دي. لحب قيبات. زي ما انت عايزة. لو حابة برضو تعملي ما عندي كيش الكسات دي. حابة تعملي آآ بولات آآ زي بولة زي كده طبق. ما فيش مشكلة. طبعا بنتي وقف عجنبي صغيرة روشاني. اهآ زي ما انتم شايفين كده. عميلة طبق يا موما عمضون عميلة طبق. اهآ بصوا كميل بقى بصوا. يعني ايه اللي ما عندوش كسات ما يقولش لأ انا مع الاموك التعملية يجيبي الكوبايات البلاستيك من عندي بتاع الحلويات بيبيحهم. اللي هي بتبقى بغطة مقفولة. حسب ما انت عايزة. هحط الشوكولاتة من فوق. واو عالجميل بيجد طعم تحفق بيجد و يعني اكنك كده بتاكل صوت شوكولاتة آآ مع الكريم شانتيق جميل جدا. خطت شوكولاتة مبشورة. وكمان شوكولاتة الصغيرة بصوا كمان. مش عايزة اقول لكم. وقادي خلصت الكمية كلها. آآ الكيك اللي كان عندي عمل كمية كبيرة. آآ عملت كسات وعملت بلات وممكن تعملي بايريكس اللي انت حبايا اعملي عندي آآ اعمليه واللي متوفر عندك اعمليه في البيت. اعمليه لولادك. ولو عندك شوكولاتة صحيحة زي كده حطيها من فوق. مفيش حاجة بتقول لا واي حاجة في البيت من ايديك لولادك. هتبقى جميلة جدا وهيحبوها. آآ بحاول الامكان يعني يقلل الاكل برا. واجي الكيك بعد ما خلص طبعا زي ما انتم شايفين بصوا الجمال والطعم آآ تحفى. ان شاء الله تجربوا الطريقة اللي انا عملت فيها جاتو الكسات. آآ ان شاء الله تعجبكم. آآ واقفوا وتنسوني بقى في اللايك الجميل منكم. والاشتراك وتفعيل الجرس. علشان يوصلكم كل جديد من قناتي. آآ وبحب اشكر كل متابعين متابعيني وحبايب قلبي اللي بيتابعوني. آآ وان شاء الله تعجبكم القناة بتاعتي. ابقى نتحسن ظن لكم. آآ وان شاء الله اكبر بكم و اكبر معاكم. واشوفكم في فيديو جديد. وقال لكم السلام عليكم ورحمة الله